اسم التجربة العلاقة بين وزن الماء المزاح والتغير في وزن الجسم الهدف من التجربة قياس قوة الدفع المؤثرة في الأجسام الصلبة المغمورة في الماء عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة أنزل الكرة الفلزية بحذر داخل الماء أدوات التجربة دورق قياس كرة فلزية جسم صلب كأس مدرجة ميزان نابضي خطوات إجراء التجربة نملأ دورق قياس بالماء تماماً ونضع كأساً مدرجة بالقرب منه وأسفل فوهته بحيث يجمع كل الماء المنسكب من الدورق فيها نعلق الكرة الفلزية في خطاف ميزان نابضي ونسجل قراءة الميزان وزن الكرة في الهواء ننزل الكرة بلطف وهي معلقة في الميزان إلى الماء كي تنغمر فيه تماماً ونسجل قراءة الميزان وزن الكرة في الهواء نزن الماء المنسكب في الكأس المدرجة ونقارنه بالفرق بين قراءتي الميزان نحسب قوة دفع الماء للكرة من العلاقة قوة الدفع تساوي وزن الجسم في الهواء ناقص وزن الجسم المغمور في الماء قوة الدفع تساوي وزن السائل المزاح النتائج يدل التغيير في قراءة الميزان على أن الكرة يقل وزنها عند غمرها في الماء وأن وزن الماء المنسكب في الكأس المدرجة يساوي مقدار النقص في وزن الكرة نتيجة غمرها في الماء وهذا النقص يساوي قوة الدفع ويمكن القول أن قوة الدفع المؤثرة في جسم داخل مائع تساوي وزن المائع الذي يزيحه هذا الجسم وهذا ما توصل إليه العالم أرخميدس ترجمة نانسي قنقر